اشتركوا في القناة مطلوب بقوة لدى كثير من المستخدمين خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي ده طبعا لأمور كتيرة بيتميز بيها مفيش لابات كتير في الجيل بتاعه أو متوسط سعره تقدر تحققها لما انتجته شركة ديل انتجت معاه لابتوب تاني بنفس خط الانتاج ونفس الهاوسين والشكل وهو الورك ستيشن ديل بريزيشن ام 2800 يعني المعلومات اللي هنذكرها النهاردة عن الاتنين لابتوب بدول الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم هو كرت الشاشة كل المعلومات دي بدقة هنذكرها لحضراتكم في الفيديو بس بنتمنى تثبت حضورك بلايك ولو لسه مش مشترك في القناة لسه قدامك الفرصة انك تعرف كتير من المعلومات الفريدة اللي بنقدمها في قناتنا ديل لاتتيود رغم انه بمروحة تبريد واحدة الا ان الهيت سينك بتاعت المروحة باتنين بايبز واحدة على البروسيسور وواحدة على كرت الشاشة ميخلياهم كأنهم مروحتين تبريد باسلوب احترافي من شركة ديل تقدر تشوف فيديو عن الموضوع ده من قناتنا عن اللابتوب ده من الداخل موجود في وصف الفيديو بييجي بماتيريالز أولومونيوم مغطى بطبقة بلاستيكية خفيفة للظهر والقاعدة من الكربون فايبر الكيبورد بتاعته تعتبر من افضل الكيبوردات لشركة ديل كذلك الاستخدام بتاعتها ناعم وسلس جدا بييجي في الجيل الرابع باكتر من نوع بروسيسور هنسرد لحضراتكم المعالجات بتاعته دي من الاقوى للأقل قوة المعلومات دي انا متأكد انك اول مرة هتلاقيها على الانترنت سواء على موقع ويب او على اليوتيوب حتى موقع ديل لنفسه لما دخلت عليه مفيش فيه اي معلومات عن ارقام المعالجات اللي بييجي بيها اللابتوب ده واحنا بننقل ليكم المعلومات دي من خبرتنا العملية عن اللابتوب ده لان كل الانواع دي اشتغلنا فيها مش معلومات منقولة اعلى المعالجات دي هو يليفي القوة مباشرة يليفي القوة مباشرة اقل منهم مباشرة كور اي سيفن اربعة سبعمية ام كيو ده رباع النواة بتمانية سريد او ثمان مسارات بكاس ستة ميجا بايتس السرعة الاساسية بتاعته اتنين واربعة من عشرة جيجا هيرتز وبيعمل ماكس تيربو سبيت تلاتة واربعة من عشرة جيجا هيرتز باقي المعالجات اللي بيجي بيها كلها سنائية النواة سواء كور اي فايف او كور اي سيفن والمعالجات دي هي كور اي سيفن اربعة ستمية وعشرة ام ده سناء النواة بكاش اربعة ميجا بايتس السرعة الاساسية بتاعته تلاتة جيجا هيرتز وبيعمل ماكس تيربو سبيت تلاتة وسبعة من عشرة جيجا هيرتز كمان في الكور اي سيفن فيد بروسيسور اربعة ستمية ام ده سناء النواة بكاش اربعة ميجا بايتس السرعة بتاعته الاساسية تنين وتسعة من عشرة جيجا هيرتز وبيعمل ماكس تيربو سبيت تلاتة وستة من عشرة جيجا هيرتز اخر معالجين دول رغم انهم سنائيين النواة الا ان سرعتهم الاساسية عالية والتيربو بتاعهم عالي ومتميزين جدا ايضا في القوة في الكور اي 5 بيجي بمعالجات 4 310 ام ده سناء النواب كاش 3 ميجا بايتس السرعة الاساسية بتاعته 2.7 من 10 جيجا هرتز الماكس تيربو سبيت بتاعه 3.4 من 10 جيجا هرتز اخر معالج بينزل بيه هو كور اي 5 4300 ام ده سناء النواب كاش 3 ميجا بايتس السرعة بتاعته الاساسية 2.6 من 10 جيجا هرتز وبيعمل ماكس تيربو سبيت 3.3 من 10 جيجا هرتز لو جينا للرامات فيه مكانين لإضافة الرامات أو 2 ديم سلوتس وقادر إنه يشيل رامات حتى 16 جيجا بايتس DDR3L أحياناً بشوف إعلانات ناس بتكتب إنه بيشيل حتى 32 جيجا بايتس رام بس الكلام ده دعائي وغير صحيح نهائياً بالمرة بالنسبة للهاردات نظرياً بيشيل هاردين واحد في البورده M SATA SSD والهارد التاني بيكون 2.5 بوصة تقدر تحط HDD أو SSD ممكن أيضاً تضيف هارد تالة 2.5 بوصة SSD أو HDD مكان الـ DVD بس عشان تعمل كده بتشتري راكة اسمها كادي HDD في فيديو من قناتنا موضح كيفية عمل الإجراء ده موجود في وصف الفيديو بكيفية إضافة الثلاث هاردات الشاشة بتاعته 15.6 من 10 بوصة وبيجي بإثنين الـ Resolution الأعلى دقة هو Full HD الدقة بتاعته 1920x1080 الأقل دقة HD دقة الـ Resolution 1366x768 لو جينا لكروت الشاشة في اللابين بيجي أحياناً بكارت شاشة واحد الـ Intel المدمج في البروسيسور وده في حالة اللابتوب D-Latitude E6540 لما بيجوا بكارتين شاشة الكارت الأول طبعاً المدمج في البروسيسور الـ Intel والكارت الخارجي الثاني كارت مميز جداً من AMD في حالة اللابتوب E6540 بيكون الكارت الخارجي AMD Radeon HD 790M كارت قوى على فكرة حجمه الفعل 2 GB GDDR5 متميز جداً في الـ Gaming وكما بيؤدي في البرامج الهندسية والـ Graphics كذلك في الـ Render هايل جداً لو هتقيسوا بحاجة في كروت الشاشة Nvidia هو بنفس قوة كارت الشاشة Nvidia GeForce 930MX مماثل له في القوة بالضبط في الـ Overscore تواقق Gaming أو Graphics وخلي بالكم ده كارت ينزل في أجهزة عالية جيل 8 مثل HP ProBook 470 G5 كذلك ينزل في اللابتوب Asus P15001UR وخلي بالكم ده أجهزة Core i5 و Core i7 جيل 8 يعني شوف انت هتوفر قد ايه بالنسبة للابتوب الـ Workstation Dell Precision M2800 بيأتي بكارت خارجي AMD Fire Pro W4170M أيضاً حجمه 2 GB GDDR5 الـ Overscore تقريباً مقارب تماماً لكارت الشاشة اللابتوب D-Latitude E6540 لكن يتفوق عليه بشيء بسيط جداً في الـ Graphics نظراً لأنه كارت شاشة Workstation مخصص للـ Graphics أكثر إنما AMD Radeon HD 8790M يتفوق عليه في الـ Gaming لكن الـ Overscore عموماً لصارح كارت شاشة D-Latitude E6540 في الإجمال أقوى بشيء بسيط جداً يعني اللي اتنين يعتبروا زي بعض الفروق يعني مش جوهرية بالنسبة للمداخل بيجوا بمداخل متميزة أربع مداخل USB 3.0 فيه مدخلين للعرض على الشاشات HDMI ومدخل VGA فيه مدخل هتف ومسمعات كومبو جاك للصوت ومدخل الدوك ستيشن كذلك فيه مدخل LAN للإنترنت الشبكي فيه قارئ لكروت الذاكرة Memory Card Raider كذلك فيه مدخل Express Card فييجي بنوعين بطاريات 6 سل و 9 سل بتكون برزة شوية عن الجهاز والشاحن بتاعه 130 واط إجمالاً في مستوى السعر بتاحهم لابين محترمين جداً كذلك أحسن من لابات كتير بنفس سعرهم بمعالجات AMD 15.6 من 10 بوصة كذلك الأداء بتاحهم رائع جداً بس هنصحك نصيحة لو هتشتريهم اشتريهم بهاردات SSD وحبازة بقى لو تخلي راماته 16 وقتها هتاخد لاب يستحمل شغلك لفترات طويلة وكمان لمدى بعيد مقارنة بلابات كتير جداً في مستوى سعره متنساش تشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان داشيء بيحسسنا إن عملنا ليه أهمية كبيرة وكمان عشان ننزل لكم أفضل المراجعات اللي مش ممكن هتلاقيها في قناة تانية ولو لقيتها هتلاقي تاريخ رفعها بعدنا بعد ما اتقدت المعلومة من قناتنا وما تنسوش إننا بنصور أجهزتنا زي ما حضراتكم شايفين مدى جودتها لأننا فقط من نمتلك الخبرة والمصداقية قبل وبعد البيع روابط الشراء والتواصل في معلومات الفيديو في التعليق المثبت أسفل الفيديو تابع الفيديو لنهايته عشان تشوف شكل اللابتوب كويس من كل الزوايا اللي عرضنا ليكم النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة